فقد الله يا أبا عقيل السلام عليكم وعليك السلام حياتك الله الشيخ وليد أهلا وسهلا بك نعم معم لا مش معم طب جميل أول الآية 34 لو سمحت لا لا أنا أريد أعلق على الموضوع من إمبارح لا حضرتك كنت جيت إمبارح كنت جيت إمبارح شكرا لك هتعلق النهاردة على الموضوع ده أنا اتصالت كثيرا الآن ما عرف عن الموضوع لا خلاص إحنا عندنا اللي فات مات عندنا اللي فات مات إحنا النهاردة عندنا موضوع جديد شكرا لك سادة المعامل شكرا لك مش هاوجع عالبي أهلا تفضل صوته معم والسلام وعليك السلام course يا عم ليش أنت تاعب نفسكم تاعبنا إفتح صحيح مسلم يا عم أنا لا يا حبيبي أنا مش تعبان أنا في القرآن دلوقتي حبي أنا في القرآن دلوقتي أفتح صحيح مسلم يا عم اسمعني بس سيادة المعمم سيادة المعمم ما تتحكوش على الشباب سيادة المعمم سيادة المعمم قبل ما تحداني. تعال نفتح صحيح مسلم وصحيح البخاري في ايه الوضوء. ايه رأيك? تعال نفتح كتب الشيعة في ايه الوضوء. تعال نفتح كتب الشيعة في ايه الوضوء. ترضى? لا لا عوف الشيعة. امشي يا لن. حبيب. امشي يا لن. يا اخي سبحان الله. والله لو قلت لهم اية الوضوء. وتعال نروح صحيح مسلم. وصحيح البخاري. وتعال نروح كتب الشيعة. كتب الشيعة. يقول لك لا خلينا في الاية. الاية تقول بالمسح. وان الواو دي وطع واو عطف. وان الواو دي لا دي عائدة على ما قبلها. وقبلها المسح. يا عم تعال نشوف طيب التفاسير. لا الاية. ولكن لما تلزموا بالاية هنا. يقول لك تعال نروح لصحيح البخاري. خلص القرآن وابقى روح معك لصحيح البخاري حتى روح معك لحد فين. ما تبقوا معممين جوبناء. ما تبقوا معممين جوبناء. ريحيتكم فاحت امام الناس. التزموا بالموضوع. وهم هم اللي يقول لك اي شيء يخالف القرآن الكريم نضرب به عرض الحائط. فضلوا استاذ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضل. شين هو السؤال؟. سؤالي في الاية 34 من سورة الاحزاب. في حرف اسمه حرف الواو في اول كلمة واذكرنا. الواو دي عائدة على من؟. نعم. هذا حرف حرف العطف بس هذي القبض هيسموها الالتفات بالبلاغة. يا حبيبي. مثل يوسف اعرف عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من خاطئ. يا حبيبي تكلم عربي بس تكلم عربي براحة براحة. براحة والله ما فهمت حاجة. دارس بلاغة. دارس بلاغة. دارس بلاغة. حضرتك قول لي بس انت. واذكرنا. انتقالات ايه. احنا في انتقالات وحنا في انتقالات صيفية. ولا دخلين صيف. علبس لك ميون زلك البحر. يا عم دلوقتي الواو دي عائدة على من؟. يا عم والله العظيم ولا فهمين حاجة. الواو عائدة على من؟. واحدة واحدة بس. اهدى بس كده. اهدى اهدى. الواو عائدة على من؟. مان يا نساء النبي. وقرنا في بيوتك لنا. هاي عائدة للنساء النبي. لانا ما سألتك على وقرنا. وانا سألتك على وقرنا. انا بس بقول لك دلوك. الواو. اللي بدايت واذكرنا. طب اقرأ لي الاية كده. قرأ لي الاية. اقرأ لي من اول وقرنا. اقرأ لي من اول وقرنا. وقرنا في بيوتك لنا ولا تبرجنا. تبرج الجاهلية الاولى. واقمنا الصلاة واتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله. واتينا. انما يريد الله. واتينا. واتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله. وعمل لي فقيح عصرك وعورك وتعفهم في اللغة. انت مش عارف تشكل الايات اساسا. امشي انا. فقيه في اللغة ومش عارف يشكل الايات. اتفضل يا سيد احمد. السلام عليكم. وعليك السلام اتفضل. يا اخي افتح صحيح مسلم وقرأ العاية وقرأ الرواية. تفسيرها موجود الشرح موجود. ليش ما تفتح صحيح مسلم. انا دلوقتي عايز افهم حاجة. الواو هي انتو بتهربوا من الواو ليه؟ هي فيها غموض. عوف الواو. عوف الواو. طبع عوف اجاسات المعامل. امشي يا لها هنرش مياه. امشي يا لها هنرش مياه. جوابني الاول على كلمة واذكرنا. وبعد كده اروح معاك البحر. ما تبقوا شوية معممين عيال. ما تبقوا شوية معممين عيال. خلاص انا دخلتها في دماغ الشيعي. وبيقولوا دلوقتي المعممين بيهربوا منها. ليه مش عايزين يفسروا لنا واذكرنا. ليه؟ الواو دي عائد على من. بسيطة هي. الواو عائد على من. واذكرنا. الواو عائد على من. عيب. اتنين معممين واحد يقولك اقرأ البخاري. والتاني يقولك اقرأ المنصر. والله الذي رفع السماء بغير عمل. لو رحت معهم للبخاري. ولو رحت معهم لمسلم اقسم بالله. ولا هتلاقي اساسا تفسير واذكرنا. ولا هتلاقي تفسير واذكرنا وتحدى. لكنهم عايزين يغيروا الموضوع. قال يعني في البخاري المسلم ما يقول ان كلمة واذكرنا مش عائد على حد. يا جماعة الخير واذكرنا. الواو دمرت دينكم. تخيلوا. حرف يدمر دينكم. حرف يدمر دينكم. صدا. السلام عليكم. وعليك السلام. الآن استشهدت بآية وقررنا في بيوتكن. استشهدت بآية ايه؟ وقررنا في بيوتكن. ام السامي عبدالله بيقول ايه؟ قول تاني. ليش ساعد الصوت شوية. قول كده. اسمعني. اسمعك آية ايه؟ لماذا وقررنا في بيوتكن. لماذا عصية عائشة الله سبحانه وتعالى ورسوله وخرجت الى حرب الجمن؟ يا طب جميل اوي طب ما انت عندك فاطمة لو كانت الآية فيها ما خرجت عليها خرج على حمار وراح لهف بيها 40 بيت. وخرج على حمار راح اجل المسجر. امشي اهبت. امشي اهبت. امشي اهبت. امشي اهبت. وصعت المنبر عندكم عشان تطالب حقها. وحبت تشوق هدومها كمان قدام الرجالة. وتنشر شعرها. امشي اهلا. امشي بلى هبت. وبعدين انا قلت. انا ليه عملت كده؟ عشان تعيد الآية تلات اربع مرات. والتلات اربع مرات قرأتهم غلط. قرأتها غلط. وجايين تنقشوا. ارحموا الناس الشباب الصغير. ارحموه. 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 الشباب بيضيع. الشباب بيلحد بسببكم. وبسبب غبائكم. جايين عمين فالحين. طب انت هديك انا عطاعت عليك الخط. بس هديك كلمة وتفكر فيها. اذا كان هذا امر. بعدم الخروج مطلقا. من البيت. فاين كان. مش عايزه thoإ Late. كانوا بيعملوا وببيضين فين حضرتك. كانوا بعملوا كهوالبيت ولا بهم البيت. دي النقطة الاولى. النقطة التانية. وقرنا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى. اذا كان هذا دليل على ان المرأة تمكس في البيت. ان السيدة عائشة تمكس في البيت ولا تخرج. تمكس في البيت ولا تخرج. فلماذا الله عز وجل يقول ولا تبرجنا. هو التبرج بيبقى دوه البيت ولا بره البيت. عالعوم قوة البيت برا البيت خودي الشبس معك شكرا لك اعلال الشبس ببلاس تفضل يا باكياظي السلام عليكم شيخ وعليك السلام يا اخي انت اسد من اسود السنة ان شاء الله شونك شون صحتك تسالة الاخلاص اللهم يتقبلك مع عائشة ان شاء الله والصحابة اجمعين اللهم امين يا رب ويتقبلك معنا مع عائشة والله ان شاء الله انا بتضد مع علي وآل علي رح يهبل يعني انت عامل فيلم ده كله عشان تقولك كلمتين دول رح يهبل يعني معمم وهبل يعني يا العبيطة هتخلف ايه يا جماعة الناس دولي ببقر تخيل لما واحد عنده بتحولي ستة وتلاتين سنة يدخل يقولك كلمتين ده دولة الله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله تفضل ياسم كرار السلام عليكم وعليك السلام بخصوص الآية انما اللي رضي الله يتبعك مرتس اهل البيت ماشي اقرأ الآية من البداية لو سمحت اوف الآية من البداية احنا عدنا نقطة نحكي عليها بعدين اقرأك الآية من البداية ماشي اقرأ الآية من البداية كده عشان يبقى ماشيين مع بعض صح حبيبي ما قدام مصحف ما حافظ الآية وانا العام بالشغل بالعمل انت بالشغل وبداخل على السريع اقف اقف وبداخل على السريع وبكرة افتح الكتاب كل الكتب افتحها واتنقى شوية اتفقنا طب انت عايز ايه يعني دلوقتي حضرتك يعني ماذا تريد اه بخصوص الآية انما ليريد الله يتفق عنكم الرس حافظها الآية انا ما حافظها اتحافظها انا كافر شيعي كافر انا ماشي طب بطلنا كلام مع الكفار يعني مش يعني لا 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 خلي ده كلم مش يعني مش يعني يعني كافر نفسه عشان يكيرل انفاءة قرآنية ما بين المسلمين ايه الخبائل انهم ما فيه ده الله المستعن تقدروا استاذ محمد السلام عليكم وعليك السلام هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو حسم المسلم عندما جمع علي والحسن والحسين والفاطم قال هؤلاء اهل بيتي هؤلاء اهل بيت المين معلش هؤلاء اهل بيت المين لزوجاته لا معلش ما تدلس ما تدلس هؤلاء اهل بيت المين غير غدا فيه بيت عايش يا باشا الهأل اهل بيت المين قرأ اهل بيت المين من زوجات النبي ي باشا اقInstead الروية قال لمن هؤلاء اهل بيتي لا اتقرأ الروية هل ترفعون ανتقرأ 쉽با الله هم هؤلاء اهل بيتي صح ايه يبقى اله يبقى الهل Peluan يبقى سؤال بقى اللهم هؤلاء اهل بيتي يبقى الخطاب موجه لمن لله بس كده روح بقى يالله عن روشه ماي يال ازاي الخطاب موجه لله وموجه لنحن النبي يطلب من الله النبي يطلب من الله يبقى ازاي موجه للزوجات لذلك انت دخلت تقول ايه هؤلاء اهل بيتي لكن ما قلتش اللهم هؤلاء اهل بيتي شفت هو ده الكلام اللي انا بقوله يا اخوانا لازم يبقى عقلك شغال عقلك شغال يكلوك لما قلتش منتبئ لكل الالفاظ اللي هم بيقولوها يكلوك وحفظهم يكلوك تفضلوا سيد احمد الحمد لله الحمد لله أستاذ وليد احنا شيعا عدنا الكتاب يعني اللي فيدنا ناخده ما يفيدنا ما ناخده احسي لك صديق بعض تفضل عندكم قرآن محرف اللي تفيدكم وتاخدوه اللي ما يفيدكم تاخدوه صح طيه مثل عاية التطهير الاعرف عاية التطهير باشا 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 لما تفوق ابännاء تعالى لما تفوق ابناء تعالى ان شاء الله شكلاحي أحشيشة المهدي مؤثرها شوية لما تفوق ابناء تعالى ان شاء الله شكرا